مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية غادة الكاميليا للكاتب الفرنسي أليكساندر دوما الإبن والتي نشرها عام 1848 تدور أحداث القصة في باريس في منتصف القرن التاسع عشر البطلة الرئيسية هي مارغريت جوتيي وهي مومس شابة جميلة تعتبر محظية لدى الكونتات والدوقات أو نخبة رجال المجتمع العصري تلتقي عاشقا شابا من الطبقة المتوسطة اسمه أرمون ديفال الذي يفعل شيء الذي لا يغتفر وهو الوقوع في حبها بغيره فكسر كل الأعراف المتوقعة بين المومس والمعجبين بها وبطبيعة الحال ليس لديه وسيلة للحفاظ على مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه نظرا لمعاناة مارغريت من مرض السل والذي يعلمه القراء لاحقا تنتقل إلى الريف هناك في منزلها الجديد تحدث مواجهة بين أرمون الغيور ومعجبيها الأثرياء والمحسنين إليها للمرة الأولى تتمسك بحبيبها وتتخذ قرارا مصيريا فيتركان لوحدهما يصبح أرمون مكتئبا ويبدو أن حياته المهنية محكوم عليها بالفشل بسبب تعصب المجتمع الفرنسي ولأنه يعرف أنه لن يتمكن أبدا من توفير ما يمكن مارغريت من العيش في المستوى الذي تستحقه من دون علم أرمون يأتي والده يتوسل إليها لترك ابنه لإنقاذ سمعته وسمعة أخته الصغرى البريئة والتي تلوثت أيضا بالفضيحة لإثبات حبها توافق وتترك أرمون ثم تعود إلى باريس حيث تلقي نفسها بيأس في أسلوب حياتها القديم لا يصدق أرمون أنها غادرت ويبحث عنها ويجدها أخيرا في باريس في حضن عاشق جديد وتمضي الأيام يلتقي لاثنان بالصدفة مرة أخرى في مكان عام تكون مارغريت بصحبة مومس جميلة أخرى ويبدأ أرمون في مغازلة صاحبتها في محاولة لإغاضة مارغريت بسبب الأذى الذي ألحقته به تزور مارغريت التي تعاني من المرض بشدة أرمون للمرة الأخيرة لتطلب منه التوقف عن إذلالها ثم يتصالحان إذ إنهما غير قادرين على إنكار شغف كل منهما بالآخر لكن يطارد مارغريت الشعور بالذنب لأنها لا تستطيع إلا أن تؤذي أرمون وتتذكر وعدها لوالده فتتركه مرة أخرى وهو نائم يغضب أرمون عندما يستيقظ عندما يجد مارغريت في حفل كبير مع كل نخبة المجتمع من حولها يقترب منها ويسلمها مضروفا مليئا بالمال ويقول لها إن ذلك المال هو مقابل لخدماتها فتنهار بينما يخرج من الحفل بعد هجرها من قبل جميع أصدقائها بسبب فعل أرمون وانكشاف حقيقتها علنا تموت مفلسة وحيدة متألمة فقد تم طردها من قبل جميع الرجال الذين استخدموها في مقدمة الكتاب يحصل أرمون على مذكرات مارغريت التي يعلم فيها أخيرا بمرضها وحبها الذي لا يموت له بالإضافة إلى مدى الألم الذي سببه لها أتمنى أن يكون ملخص غادة الكاميليا قد أعجبكم وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله